السلام عليكم اليوم مضمتو جهيزة العيد وكيفاش ننضف السجد دينا بلا ما نحركهم بلاسو كان عرفو اغلبية دينا ليزا بارتويمون ما قدروش نصبنو فيهم زرابي خاصة إلا كانوا كبار وثقالين كانت سنا بالنسبة لي انا ما كانش حسن من الماء وصابون احسن حاجة لتنضيف السجد طبعا بعد ما يتنفض مزيان ويتقطب ونحيدوا على التراب اللي يكون عليه ولكن ما عاديش نديه هنا هاد الاخترة هادى لان كانت سنحتاك يدخلوا الدرالي للمدرسة عادة ساعة كانت ديه لعند المختص اللي برا هو اللي كيغصلهم صراحة كيغصلهم ليام زيان مجربة عشان فترة فيغصلوا ليام زيان اذا كنو عادي نديره ناغي باش زمان ما يبقوش موسخين دابا بالنسبة لهذا لدي جوش حاجات اساسية لا تستغناش عليها الملح الملح العادي اللي كيتباع عند الحالوت الحاجات الثانية اللي ما كتخطانيش هي هاد فانيش هاده غزال 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 بالنسبة لي كيخرج زربية كتل الماء وكيخرجها غزالة علاش الملحة في الاول لانك تحيد لنا ذاك الخملة اللي كتكون على الزربية وفانيش لانك يحيد لها البقع اللي كينا هاد فانيش هاده حطيته انا في هاد البخاخة هاده وعمرت عليه الماء تقريبا 1.5 لتر ولكن اذا كانت عندك بقع كنكرر اذا كانت بقع ديال سوستومات ولا ديالشوكولات ولا ديالشوكولات ولا ديالشي حاجة هكا صعيبة باش تحيد خليهم مركز على ديري اتعمر علي عاي واحد الكس ديال الماء نبدأوا بإذن الله كانش الدوء الاول ضروري تحميوا يدكم لانها هاد فانيش هاده ها كيكون مسعيد شوية الليد كنرش الملحة بهاد المندر هاده بحال يقول سانها كيكونا يرح المؤقت كنرش الملحة بحال هاده كنرش اضع سلسنة القاسحة و detent كان ماشي بالاسبيغاتور لان الأسبيرتور بعد الشيء ليس لدينا بحيث عن الحملاء وكان نشطف في العكس تجاه الابراء مثلا الابراء الابراء كنرش ونضع العكس بحالة كنت أريكم في هذا الشرطي الصغير لأنه صعب لنصور الزربية ولكن نفس الخطوات كنت أفضل الزربية إلا هذا الزربية التي يكون فيهم بحل الهوتلين ومخرجين للحرير هم الذين دائرة أنا في السالون ولكن لم يكن أكدب عليكم بيقول لكم لا سوف تنظيف بالجف هذا ضروري تقطبوا وضروري يخصهم إما ينشوا عند هذا الذي يقصل الزربية على برا إما ينشوا عند إما تسبنهم ويقوموا بالجفر سوف تنظيفهم ويقوموا بالجفر ويقوموا بالجفر ويقوموا بالجفر فأنا يحفظون خاصة ويقوموا بك ليس لها ويقوموا بالجفر باقرة ويقوموا بالجفر والعيك ومغلق بالجفر هذا فانيش خطيته في بخخ وزيت عليه الماء بحال يقول سيلا كانت كان بقع صعبة ما كانت تزيدوش بزيت الماء تزيدو شوية واحترى احد يالوت بارت الله غزالة بحال يقول فانا ما كانت تستغناش عليه فتة كان شت كاملا كان يدير على الزربية كلها وكان نركز على ذاك الجوانب بحال يلا كان شي بقعة وليش حاشا كان نركز عليها مزيان كان نركز عليها مزيان كان نركز عليها مزيان وكان نشيت وكان نضع وثاني كمير بحال يلا كان نصلا بحال يقلس دائما كم شو العكس الاتجاه الوابر اللي عندنا كان السمر بهذا المنظر هذا حتى نحسي زربية مصفيرها والاكس جديدة وخالية من اي بقعة سيقوني هذي احسن طريقة جربت طرق عديدة 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 شفت تحت اللي در وصابون وفي بلاست هذك في السجادة في الارض لها صابون ومعرفش استغربت مهم كانت هذي احسن طريقة انا جربتها سوف نشاركها معاكم بالنسبة بالنسبة للحل السريع ديال اللاموس جربتها ولكن كانت اعتقدوا حد ريحة زوينة بحادة بيلا جاين عندكم مزع ما ما عندكمش الوقت باش مازالت ندفو هذا كان ديرانة هذي تتخلي رائحة زوينة في السجاد ولكن ماشي فعالة بالضبوقة هيا انا نوريق معي واحد الجز في حالة كبيرة صغير احتها هي كنشد كنون الزعبة منظرة كتعيني ريحة زيالة بس ما تخافوش ما تخليش بالضبوقة كنشد بس 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 في الكوزين كي تكون جربتها المحلول كارفور تقريبا بالفانيش لان تقريبا بس سوف يكون المنظر بها كانت هذه الطريقة تحلو الشراج تحلو عليهم الشراج منكم خليوهم يتهابوا قليلا و تضيقوا نيرا تخرج الظربية و تخلو عندكم غزالة غزالة بقى جديدة و تدعموا القناة بلايك و اشتركوا و تفعلوا الشرس و السلام عليكم و رحمة الله و بركة